هي المنتخبات دي كانت جاية تلعب كورة ولا جاية علشان تروج لحاجة معينة أمير قطر بيحسم القرار بعض الصورة والإشارة من وزيرة الداخلية الألمانية اللي بتروج بالعلن دخلة لبسة جاكت طبيعي يدخلوها ما فيش مشكلة لبس بتاعت مناسب أول ما تدخل تقلع الجاكت زي ما حضراتكم شايفين وتظهر إشارة اللي علق ديها وبتفرض على دولة قطر إن إحنا هنعمل اللي إحنا عايزينه طب عايزة أقول حاجة قطر دي بلغت كل المنتخبات إن ترويج لمثلة هذه الأشياء زي المثلية والعالم بتاعهم وكل الشارات دي ممنوع تماما وقالت للفيفا كده طب إنتوا ليه جايين تعملوا كده في بلدنا هو العنصرية ظهرت طرد الصليب الإنجليزي طبعا أمير قطر كان لازم يحسم القرار هو أنتوا فاكرين إن إحنا دولة عربية إسلامية هتبقى ضعيفة قدامكم ولا مستكبرين إن إزاي دولة زي دي تفرض قوانينها ودينها علينا إزاي قادرين تعملوا كده آه قادرين عايزة أقول قبل ما نكمل الفيديو وأقول لكم عن حقائق لأول مرة ممكن تسمعوها إن الإعلام المصري وبعض الإعلام العربي للأسف واقف ضد القطر وضد البطولة منهم اللي بيقول إن التنظيم كان عادي وإن اللي هم بيعملوه ده عنصرية ما كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه آه على فكرة ده إعلام مصري بيقول كده وبدل ما يتحيز لدولة عربية إسلامية بتدافع عن ديننا وعادتنا وتقاليدنا لأ علشان بعض الخلافات السياسية هينسوا الدين والقيم والمبادئ اللي قطر بتحسم للعالم كله بتبين للعالم كله إن إحنا قدها وقدرين ندافع آه قدرين نفرد عليكم تسمعوا الأزان قدرين نفرد عليكم إن العالم بتاعكم ما تنزلوش بيه الملعب عايز أقول لكم كمان إن فيه مشجع إنجليزي وهو لابس لبس الحملات طبعا الصليبية في قطر الأمن القطري فعلا قدر يمنعهم وبعد منع قطر طبعا الترويج لمثل هذه الأمور عايزين نفردوا عادتهم دي أنتوا جايين 28 يوم يتعودوا باحترامكم يتمشئوا بيهددوا بالانسحاب فعلا حصل إن طبعا إنجلترا والدنمارك بيهددوا فعلا بالانسحاب من كأس العالم طب ما تتسحبوا ما في دهية هو أنت وجدكم هو اللي هيزيد أو هيقلل بالعكس أنتوا هتريحوا باقي المنتخبات وعايز أقول لكم هما ما يقدروش أساسا ينسحبوا عارفين ليه لأن الفيفا عاملة عقوبات جمدة جدا من مها أول حاجة نصف مليون دولار غرامة وكمان كل الفلوس اللي أخدوها من الفيفا علشان التجهيس لكأس العالم هيردوها تاني حاجة هيتمنعوا من هما يشاركوا في أي بطولة وهم مش مجانين عشان يخسروا كل ده فعملوا الحركة ديت كإشارة منهم آه إحنا برضو بننفذ اللي إحنا عايزينه بس فضاحتهم بقت فضاحتين فضيحة كروية لأنهم طبعا لما اتهزموا وبعدها كمان فضيحة إنهم وصفوا نفسهم هما منتخب كله كله مفروض معلش بسكليتة كلهم ده هو كلهم منتخب ألوان ويعني سمحونا في انفعلنا ولكن بجد الموضوع يستاهل مش هنبقى احنا والإعلام بعض الإعلام اللي جمان زي الشيخ مظهر شاهين هو راجل علامة مش هنجذبه وراجل كبير وكل حاجة ولكن غلط وقال إن محمد أبو تريكا بيغلط في قطر لما قال إن السعودية لما انتصرت وكسبت رفعوا كلمة لا إله إلا الله في السماء لكن لما قطر بالنسبة له خسرت يبقى نزلوها الأرض حاشا لله لأ طبعا هو فهم الموضوع أكيد غلط أنت ما تعرفش إن العالم بتاع السعودية مكتوب عليه لا إله إلا الله سيدنا محمدا رسول الله فاللي ترفع هو العالم بالكتابة اللي عليه يعني الموضوع مش موضوع إن أبو تريكا بده يغلط غلطة زي دي الترويج اللي هم قصدين يعملوه وقصدين يجوا يعملوه في دولة عربية مسلمة لأ يا جماعة مش هينفع أساسا يتسكت عليه مهما حصل آه في احتمال كبير جدا ينترد منتخب الدنمارك وإنجلترا لو عملوا حاجة زي كده بس هم مش مجانين علشان يخسروا ألمانيا اللي المفروض كانت مرشحة لكأس العالم اتفضحت أمام الجميع فعلا اتفضحت وبقت فضحتهم فضيحة كبيرة جدا في خسارتهم وصد اليابان اليابان اللي صخروا منهم ومن الطريقة بتاعتهم اليابان اللي بتضرب مثل في النظافة وفي الاحترام وفي الزوء شفتوا الغرف بتاعتهم لما خلصوا المطر عملوا إيه ووجهوا الشكر إزاي والاستاذ نظفوه إزاي ناس بجد بتتكلم عملي مش جايين احنا جايين نلعب كورة مش جايين علشان نفرد ميولنا عايزوا يقول لكم كمان إن المفروض إن الموضوع بتاعهم ده كان زمان بيسموه مرض نفسي لكن لما لقيوا ناس كبيرة وتقيلة عندهم الموضوع ده بدقوا يسموه لأ ده ميول لأ ده كل واحد حر بقى يبقى راجل يبقى ست كل واحد حر في اللي هو عايزه كمان رئيس الفيفا اللي ما تعرفش مع مين شوية كده وشوية كده بعد ما قال هناخد عقوبات ضد وزيرة الداخلية الألمانية رجع تاني وكان بيشاور على الشارع اللي هي حطاها وعادي خالص إن هي إيه المشكلة يعني إيه المشكلة كرة القدم موجودة وهتكمل من غير ولا إنجليز ولا ألمان بتهددوا زي ما تهددوش أنتو بتريحونا وبجد غوره في ده يا لأن وجودكم أثبت للعالم أنتو ناس رحتها كوزرة أنتو ناس رحتها وحشة كل ده علشان قطر قدرت تمنع عليهم جماعة تمنع عليهم المشروبات والحرية بتاعتهم اللي هم شايفين إن دي حرية واللي عندهم كواعد في بلدهم ماشيين عليها سؤال يا جماعة طبعا ده زي ما حضرتكم شايفين إنجلترا والدنمارك وألمانيا يهددون بالانسحاب من كأس العالم بسبب منعوهم من وضع الشارع التي فيها تأييد طب ليه طب ليه يعني أنا أنا مش فهمة طب ما تمشوا أنتو ما تهددوش أنتو أنا شايفة أنتو تمشوا على طول عارفين الإعلام بتاعهم بيقول إيه؟ بيقول كأس العالم كأس العالم عشرين اتنين وعشرين في قطر هو في أسوأ دولة وهو أسوأ كأس عالم أنتو متخيلين؟ طبعا لأنه في دولة إسلامية قدرت تفرد كل حاجة قدرت تفرد عليهم إن انتو ميولكم ده مرسوها عندكم لو كأس العالم ده معمول برا في دولة تانية في الغرب هو العرب اللي كانوا هيروح وكانوا هعملوا إيه؟ ما لهمش دعوة أنتو حرين بقواعدكم بأسلوبكم مش هنتفرد عليكم لكن هم فاكرين إنو مش جيين يلعبوا كورة هم جيين يوصلوا للدنيا كلها فكرة معينة وللأسف للأسف الفكرة دي بتندس للأطفال سواء في كارتون سواء في بعض البرامج سواء بطريقة خبيثة علشان هم بيبصوا لمدى بعيد هم عايزين ينفزوه وللأسف للأسف للأسف بتم تنفيزه يمكن ببط بس هم عارفين إن الجيل ده هو اللي طالع وإن الجيل ده هو اللي هيسيطر بعد كده عايزين إيه؟ إن واحد مش مهم يبقى راجل ست راجل بيحط مونيكير وقب بيحط روش بيمحرفش إيه وشايفين إن ده عادي في أفلام الكارتون فاحنا لازم نحرس جدا جدا على أطفالنا وعلى كل حاجة بيشاهدوها سواء قطر منعتهم أو طرادتهم وجودهم زي عدمه لازم إحنا نسيطر بديننا وبعدتنا وبتقاليدنا وبفكرنا اللي هما مش هيقدروا يهزموه كلنا مع قطر ولازم لازم الأعلام بعض الأعلام ينسى أي خلافات إحنا دلوقتي دولة عربية إسلامية قدرت تثبت للعالم كله إن إحنا عندنا دين بنحافظ عليه تحية كبيرة جدا للقطر أنا بشكركم وشكرا على دعمكم المتواصل كمان ادعمونا في الفيديو ده ووصلوا لكل الناس وشكرا جدا وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شكرا جدا استنوا منا فيديوهات أكتر وأكتر وأكيد أكيد لو الإعلام هيسكت عن حاجات زي دي إحنا مش من الناس اللي هدوه ترجمة نانسي قنقر